السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس الجدائي صفحة 80. مع تقويم ودعم وتوليف الوحدة الرابعة. جيد. اذا بعد ما تكونوا درتوا محاولة تصحوا من خلال الفيديو. اذا لدينا اكمل ملء الجدول التالي كتمرين الاول. عندي القيوة عندي الاساس. اذا هذه القيوة. دي ما التحتاني خمسة هو الاساس. وهذا الصغير الفقاني هو الاس. هنا السبعة السبعة هو اللي تكرر. اذا الاس هو سبعة. تكرر تحضن خطرة ثلاثة المرات. اذا اه عفوا ثلاثة. تكرر ثلاثة المرات. والاساس هو سبعة. يعني سبعة اص ثلاثة. اذا هذه ثلاثة. هنا الاساس هو اتنى عشر. والاس هو اثنان. اذا هذه كما قلنا نرها ثلاثة. هنا واحد على ثلاثة اثنان. اذا الاساس هو واحد على ثلاثة. والاس هو اثنان. هنا خمسة على ثلاثة خمسة على ثلاثة خمسة. ولتكرر اذا هو الاساس. تكرر واحد اثنان ثلاثة. اذا الاس هو ثلاثة. هنا ستة هو الاساس. ثلاثة هو الاس. أربعة عشر هو الأساس بمعنى كتبوه هو التحتاني والأس هو أس ثلاثة الأساس هو واحد وعشرون والأس هو اثنان جيد نمشيوا دابل التمرين رقم اثنان نحط العدد المناسب للقوة على البطاقة في كل سطر فنقhas لي تلاثة أوس اثنان ستركون دماتنا على البطاقة في كل سطرة فنقhas لي كان الجود scatter ثلاث أس اثنان سملاة واحد يعني وأت بدأ كذلك فقط وهو فقط Years ثلاث أس اثنان ثلاث أس اثنان في اثنان. او ثلاثة وثلاثة قلنا هي تسعة. اثنان ثلاثة قلنا هي تمانية. اذا تسعة زائد تمانية. هي سبعة عشر. اذا هذا هو الجواب الصحيح. جيد. مشيوا التمرير رقم ثلاثة. احدد بعلامة في العدد الكسري المناسب. اذا عندي واحد على اثنان اثنان اثنان. هي نكتبها جوج ديال المرات. اذا واحد في واحد واحد واثنان في اثنان اربعة. اذا ادول جواب صحيح. اثنان على ثلاثة. ضرب اثنان على ثلاثة. ضرب اثنان 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 ثمانية. ثلاثة في ثلاثة. تسعة. ضرب ثلاثة سبعة. وعشرون. اذا هذا هو الجواب الصحيح. جيد. دون قلقة نكون اكملنا الصباحة الثمانون من المفيد في الرياضيات. المستوى الخامس الابتدائي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.